تمام في المحاضرات اللي فاتت احنا تكلمنا على الـ Class of Regular Languages ودينا كذا كاركترايزيشن ليه الـ Class دوت منها اول 3 كاركترايزيشن اللي هي Deterministic بدلالة الـ Automata اللي هي Deterministic Finite Automata وNon Deterministic Finite Automata بعد كده ادينا Logical Characterization باستخدام Regular Languages وقلنا ان التلاتة كاركترايزيشن دولة ان احنا ممكن نستخدمهم علشان نثبت ان اللانجوش دي فعلاً Regular طيب ودينا كاركترايزيشن رابع اللي هو باستخدام البومبينج لما اللي هي بتكاركترايز الـ Eteration أو الـ Looping أو Repetition اللي هي في الـ Automata بتاعة الـ Regular Languages لكن الكاركترايزيشن دوت بيواستخدم بشكل عكسي لإثبات ان اللانجوش مش Regular بيش عشان أثبت ان هي Regular عن طريق اللي هي Typically Proof by Contradiction وقلنا ان التريكة الاساسية اللي فيه ان انا ألاقي المناسب اللي انا أعمله بامبينج بحيث ان انا يؤدي بعد كده في الاخر لـ Contradiction واثبت ان اللانجوش مش Regular طيب النهاردة هنحاول نجاوب على سؤال تاني وهو طيب انا تلوقتي خلاص انا هفترض ان اللانجوش اللي عندي Regular طيب اللانجوش اللي عندي Regular يبقى حبنلها اقدر ابنلها Deterministic Finite Automata أو Automaton طيب ممكن يكون لنفس اللانجوش يكون لها اكتر من Deterministic Finite Automaton ممكن شخص او اكتر من يعني اشخاص مختلفين يدوا Automata مختلفة كلهم Correct يعني كلهم بيكاركترايز Exactly the same Regular Languages لكن اللي ممكن حيفرق فيه مهمة Topology او الـ Structure نفسه بتاع المكنة طيب احنا اللي حيهمنا في الاساس طيب اللي هي الـ Efficiency من ناحية ايه عدد الـ States اللي موجودة في الـ Automaton اللي هو بيكاركترايز او بيركوجنايز او بيأكسبت اللانجوش داية فهل فيه Minimum Number of States Given Regular Language هل فيه Minimum Number of States لأي Deterministic Finite Automaton بيأكسبت اللانجوش اللي هي جيفن عندي ولا لأ طيب بفرض ان فيه Minimal Deterministic Finite Automaton للجيفن لانجوش داية ازاي اقدر قلقي فهي دي الاسئلة اللي احنا هنجاوب عليها في المحاضرتين اه ثلاثة اللي جايين اللي احنا هربتي دي بيوم النهاردة اللي هي Introduction للجزء دوت وان احنا عايزين نجيب Minimal DFA او ان احنا عندنا Already DFA وعايزين نعمل لها Minimization طيب فايزا السؤال اللي موجود عندي تلوقتي قدامي تلوقتي Finite State Machine طبعا احنا هنا اه هنمشي في الاساس اه حتى لو انا ما قلتش هنمشي في الاساس هنفترض دايما لAutomaton Deterministic لان الكلام ده does not apply للنن Deterministic فعناية Automaton وحنشوف اكزامبل قدام شوية لان النن Deterministic فعناية Automaton وكلام ده مش بي apply لها فايزا حتى لو ما انا قلتش فانا دايما هنفترض ان الAutomaton اللي موجودة عندنا هي Deterministic طيب انا عندي تلوقتي Automate وفعناية Automaton قدامي بت accept language معينة طيب فيها اربعة states هل اه اه اقدر اريدوس المكنة دي هل الاربعة states دولة هم فعلا minimal number of states needed to accept او characterize او recognize the language المكنة دي بتقبلها طيب فاحنا هنلاقي هنا كده اقتي roughly speaking هنلاقي ايه ان لو انا بصيت لي ال state داي ال state دي او ال two states اللي هم في ال oval او ال ellipse اللي جوه ال ellipse دا هلاقي انه وهنا هلاقي اللي two states دولة non accepting او non final او ممكن نسميم ريجكتنج اكتولي يعني ممكن نعتبر ان هم ريجكتنج وال two states اللي دولة انه هم accepting فحنلاقي ايه ايه لو احنا بصينا كده كا يعني ال ellipse دا بصينا الو اكينن وهو عبارة عن المرج بتاعته two states سواء هنا او هنا هنلاحظ ايه انه under zero لو انا في rejecting state وقالي 0 سواء هنا أو سواء هنا هروح لي accepting states one of the accepting states أو اللي هي الـ oval أو الـ ellipse الكبير اللي هو بيمثال لي two accepting states مع بعض طيب لو أنا في rejecting state وقالي واحد سواء ده أو ده هروح لي rejecting state يبقى من rejecting state واحد هروح لي rejecting state ومن rejecting state وزيرو هروح لي accepting state طيب هنيجي للأكسبتنج states مع الزيرو هلاقي إن الأكسبتنج state من هنا هتروح لأكسبتنج state اللي فوق واللي فوق مع الزيرو هتروح لللي تحت هو بالتالي on zero on input zero an accepting state would transit to an accepting state as well over one هروح لي إيه لي rejecting state وبالتالي لو أنا في accepting state وجالي one هروح لي rejecting state فإذن هنا في symmetry هلاقي إن هي موجودة وبالتالي it seems إن two states دول اللي هما rejecting they are equivalent to each other وحنلاقي إن two accepting states هنا هنلاقي إن هما equivalent to some in some sense يعني لسه intuitive أو informal sense إن هما equivalent to each other تمام فإذا إن أنا ممكن أختصر أو reduce أو minimize المكناة اللي قدامي دي actually two states اللي هي اللي هي ellipse اللي هي two rejecting states ممثلة بالإلبس دوت والto accepting state اللي هي ممثلة بالإلبس دوت فناتج الكلام دوت هيديني هو هنا إل مكناة الجديدة دي اللي هي نزلتها من 4 states ل2 states فحلاقي هيدنا هنا دي ال rejecting states تمام لو جالي واحد زي ما قلنا اللي هما دولة هروح لنفسها لrejecting state ولو جالي zero سواء هنا أو هنا اللي هو دوت هروح لل accepting states ولو أنا في ال accepting state وجالي zero زي هنا هروح برضو لإيه accepting نفس ال accepting state اللي هي self loop أو self reference أو self transition ولو جالي واحد هروح لrejecting states طبعا من ال intuition ده it's obvious طبعا إن أنا مش ممكن يكون two states واحدة accepting واحدة rejecting يكونوا equivalent لبعض طبعا for obvious reasons أو بالتالي لو أنا عندي states equivalents هتكون يا إما اللي كلهم accepting يا إما كلهم rejecting فطبعا اللي إحنا منوضحه هنا this is an example بيوريني إن أنا ممكن أبني مكنة بس المكنة دي مش أحسن حاجة من ناحية resources من ناحية states اللي نقصد بها عدد states وباقي الكلام ده يقابل إيه يعني لو إحنا سيبنا الموضل البسيط دوت أو طبعا مش بسيط لكن يعني اتنقلنا الموضل الأعقد اللي هو اللي هو الأجهزة العادية اللي إحنا نكتبها ومسلا لو أنا قلت لك نعمل برنامج يحل يعمل حاجة ما نعمل مثلا فكل واحد منكم يديني برامج مختلفة طب أنا عايز بتاع البرامج دي تمام هل في فعلا حاجة اسمها لكن إحنا فإزا الهدف هنا أنا بفترض ببصش لريسورس تانية زي أو ستورج أو الكلام ده بياخده لك أنا ببص هنا للريسورس بتاع اللي هو عدد فإزا أنا أقدر عدد الستيتس بأن أنا ألاقي أو بعضها طيب هل يعني السؤال بقى اللي ممكن نسأله طبعا المكانة الجديدة دي خلاص ليه اللي إحنا إليناها من شوية اللي هي إيه إن ما فيه غير اتنين واحدة وواحدة وواحدة ومستحيل إن واحدة وواحدة يكونوا لبعض السؤال بقى هل المنمال ماشين دي يونيك ولا لا هل ممكن يكون يعني هي طلوقتي بالنسبة لعدد الستيتس ممكن تكون يونيك لكن ال هل هي يونيك ولا لا فإذا السؤال الأولاني تمام طبعا بتاع إيه يعني مثلا ممكن حد يسمي ويسمي واحد ممكن حد تاني يسمي ودي اس واحد فأنا مش ههتم طبعا بالليبولينج بتاع فإذا أنا بسأل هل هي طبعا اللي هي إن أنا منجرد بس أغير الاسم إيه فإذا السؤال هنا ده السؤال الأولاني السؤال التاني how to find it إزاي ألا ويه السؤالين دولة هم هدف المحاضرتين التلاتة اللي جايين إن شاء الله تمام طيب هنا هو بيسأل نفس السؤال اللي إحنا جاوبنا في اللي اللي فات هل الماكنا دي وطبعا قلنا إحنا لا يمكن إن two states واحدة accepting واحدة rejecting يكونوا equivalent وبالتالي this is already minimal طيب اللي هنا اللي هي عبارة عن الرسم terminating in zero لأن إحنا لو جينا هنا zero هيروح من يعني لو جالي zero هروح هنا وهفضل لو جالي as long as أنا معايا zero لو جالي واحد يبقى هروح لل rejecting state unless إن أنا جالي zero تمام فإزا هي اللانجوش هنا اللي هي accepted بالمachine دا هي اللانجوش of strings يعني L هتساوي set of all strings W belongs ل zero one star الألف بيت هنا binary such is that W أقدر أقول إن هي sub length بتاع W is equal to اللي هي آخر letter أو آخر character هتساوي إيه is zero تمام فمن الطبيعي إن أنا يكون عندي two states يعني واحدة بتو indicate بس أنا مش عارف هل دي final أو لأ أو الثانية اللي هي بتقول لأ أنا لسه لغاية تلوقتي ما جاليش zero أنا معايا one أو ما جاليش حاجة خالص يعني معايا one وبالتالي هنا أنا دايما حتى محتاج هنا two states طيب how can we tell in general إذا كان دي minimal ولا مش minimal طيب فإحنا عندنا Theorem المهمة اللي قدامنا دي اللي هي بتجاوب لنا على السؤال الأولاني اللي هو إيه ومثلا اللي بركونايز اللانجوج دي has a minimal DFA that implements اللانجوج أو relax this language or accept this language or recognizes or characterizes اللانجوج فإذا for every regular language L there is a unique وهي دي النقطة المهمة الموجودة معنا اللي هي unique طبعا up to relabeling of the states طبعا relabeling states إن واحد يسمي اللي states بتسميات مختلفة فهذا كلام ده trivial فهي المكنة unique يعني أي مكنة تانية يعني لو two machines M1 و M2 they are minimal إيبعا it must be the case إن somehow M1 is isomorphic لM2 لو إحنا خدناها كgraph isomorphic يعني أو ليهم نفس الطيبولوجي تمام فذلك this is minimal state deterministic finite to m star such as language accepted by m star هي نفس given language اللي موجودة عندنا فإذا ده السؤال الأول إن أنا عندي regular language إيبعا في unique minimal machine أو deterministic machine بت accept language ده السؤال الثاني إزاي أو هل ممكن إن أنا أجيب المachine دي وإزاي فإذا السؤال الثاني بيقول إن الجزء الثاني من theorem بيقول لا هو فعلا إن أنا procedurally أو algorithmically إن أنا I can find المachine دي وأكتر من كده كمان إن أنا أقدر ألاقيها بطريقة efficient يعني طريقة efficient يعني الالغوريثم اللي هو يقدر يلاقي المكنة دي الألغوريثم دو takes a polynomial at most a polynomial time أو الor الcomplex بتاعته upper bounded by a polynomial time in terms of the input طيب بس النقطة المهمة هنا الinput هو عبارة عن regular language فهو هو يعني هو أوصف إزاي regular language فهنا الinput هو نفسه عبارة عن أي deterministic finite automaton ب implement الlanguage دي ويبقى الابوت إن أنا ألاقي minimal version بتاعها فإذا أكن أنا عندي algorithm الinput بتاع أكن عبارة عن برنامج والابوت بتاع هو نفس البرنامج أو نفس السمانتك بتاعت البرنامج لكنه minimal من ناحية الsize تمام فإذا السؤال التاني أو الجزء التاني من الtheorem هو بيقول إن فعلا في algorithm يقدر يلاقي minimal machine دا هي unique وإن هو كمان يقدر يلاقيها في efficient time أو feasible time أو بطريقة efficient يعني هياخد most polynomial time طبعا يعني لو كلام دا لأي model تاني وزي ما قلنا في البداية إن إحنا لو طلعنا الفوق شوية أو بصنا على turing machine أو بصنا على البرامج العادية بتاعتنا اللي هي python java أي برنامج بيتكتب python java بالكلام دا كله فإنا دي بيتران على turing machine اللي هي the most powerful model of computation اللي هي المنمال أو الشورتست program to implement this algorithm فالكلام دا طبعا صعب جدا يعني حنشوفه قدام شوية لكن هو اللي عايزين نقوله هنا أن regular languages أو class of regular languages is the nicest class of languages بصين على closure properties closed under the most important operations من ناحية الكاركتيريزيشن من ناحية البمبين limits very intuitive هنا حتى من ناحية اللي هي المنمال states there exists such a thing as a minimal state implementation أو ل language اللي هي termini فانا وتميت الله بت realize the language in addition إن أنا أقدر أجب in efficient time طيب هنا بقى الحتة اللي برضو اللي احنا كلمنا عليها في الاول طب الكلام ده كله احنا ماشيينه على الديترميناستيك في فينايت اوتوميتر الانديترميناستيك بقى ايه? الكلام ده داز نوت ابلاي تمام? باي اللي يعني حتى انتوتي بلي كده لي لان احنا زي ما قولنا قبل كده ان احنا الكمبيتيشن بتاع الانديترميناستيك ماشيينه like a computation tree تمام? فالcomputation tree ده ممكن يكون في اكتر مين باث يديني انهو تكون accepting وبالتالي different paths may have the same length. يعني حتى لو اللنس دة كان minimal فإزا في different path can have different. minimal path can have the same length and have the same even implementation وبالتالي امع اليونيكنس هنا فقدت ان انا ما اقدرش ان انا يكون حاجة عندي يونيك. وبالتالي اصلا ان انا ان انا لقيها دي. ان انا لقيها اصلا اتا الاسور ان انا يلاقي ان فا بفرض ان الايموت مثلا ان انا يلاقي ان فا مقابلة لها زاد اس منيمال لان انا عشان يلاقي المنيمال نفسه اللي يجب حولها ال دي فا خلاص فأنا كده خلاص ودخلت في الريلم بتاعة دي فا. طيب فمسلا أنا عندي نفس اللانجوج اللي إحنا كنت عندنا دي اللي هي L اللي هي كل اللي هي terminate with zero W belongs to zero one star such is that W آخر في الانس وفي ال W is equal to zero أنا ممكن ألا إلها two minimal machines minimal state machines يعني هنا two states إبدا M1 هي عبارة عن two states M2 هي عبارة عن two states حتى لو سمينا مثلا Q note Q1 وحتى دي سميتها Q note Q1 التو ماشينز دولة بتبتديني إيه إن أنا أول zero حيجيلي أول zero حيجيلي هيعمل transition للQ1 طبعا أي one وبعدين طالما يعني هو هنا معناه إن هو في الأول أول zero حيجيلي إن هو هروح لي actually هي language هنا أعتقد إن هي مختلفة أنا آسف هو language contains at least zero يعني الشيء دي أنا كانت مش هو نفس المسال actually language أبسط من كده هنا language which L such that L W belongs لي مثلا ممكن تكون zero one star such that W contains zero أو W does not contain a one actually W does not contain one تمام تمام فإذا هيا does not contain one ما فقاش غير zeros هي برضو عشان أكون more precise واللنس بتاع W عشان برضو نكون precise إن اللنس بتاع W عشان أشيء وW لا تساوي ممكن أقول إن هي W لا تساوي epsilon does not contain one and W لا تساوي epsilon يعني مش الأم تستري تمام فهي zero هات يعني هيا المكنة مش بتأكسب غير zero بلس يعني zero one or more من zero فهو ممكن يعتبر إيه إن أول zero طبعا هنا طالما إن أنا مجاليش zero فأنا في rejecting إما بيجيلي ones تمام آآ يا إما إما بيجيلي آآ ones آآ يا إما آآ ما جاليش حاجة اللي هو empty string وبالتالي هنا أي string accepted مثلا يعبار عن zero 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 مثلا فأنا عندي أنا اختيارين على zero الأولاني هروح لل final state خلاص أنا كده ضمنت إن أنا آآ سوري آآ هروح لل final state أو آسف أول zero هروح لل final state وبقيت الزيروهات إن أنا هلف في final state زي ما أنا أو إن أنا هعمل العكس سوري هنا بعمل أكيني هنا بعمل tail iteration وهنا أكيني بعمل head iteration اللي هي النهية الزيروهات اللي في الأول يعني هل أدي الثلاثة zeros الاثنين اللي في الأول دولة هما اللي هلف بيهم في ال key note والأخران بس اللي هعمل transition لل final state تمام فإذا هنا two machines realize or accept the same language the language of strings that contain only zeros however they are unique أو minimal state unique they have only two states وما تنفعش تكون one state لأن هلا one state لازم تكون accepting وبالتالي الاحد accept الابسلون وده مش مقبول ولكن هما مش equivalent لبعض وبالتالي هم مش minimal ليه لأن هنا من q note ل q 1 تفي transition على loop هنا على q note وهنا self loop على q 1 واللي اتنين مش equivalent يعني الاتنين distinguished من بعضهم وبالتالي self loop على q note is not equivalent to self loop on q 1 وبالتالي أن أنا التركيز على أن أنا عمل minimization ل بتاع المachine اللي بتaccept given regular language is done only on deterministic finite automata طيب بعد كده يبقى إذن إحنا جاوبنا على أو يعني ليل NFA ما تنفعش وقلنا جاوبنا positively على الأسئلة إن DFA تنفع وفي efficient algorithm يقدر إلا minimal machine بعد كده كل اللي هنتكلم عليه بعد كده هو إن نحن نتكلم التولز اللي نحن نقدر نعرف بيها هل المachine اللي عندنا دي minimal ولا لأ وإزاي نحن ننمي المachine دي فده الهدف بتاع بقية المحاضرة النهارده وميلا المحاضرة اللي طيب هنبتدي التولز اللي إحنا عايزينا ملاح development دي نحن هن extend شوية definition بتاع deterministic finite automato طيب الماكان اللي عندي زي ما قلنا إن إحنا عندنا set of states q alpha bit sigma transition function delta q nodes initial state and set of final states هنبص بس على delta دي هنعمل بس تغيير أو هن generalize دي بشكل بسيط هو بدل هي small delta هتبقى capital delta طيب إيه التغيير إن إحنا small delta دي كنت بتقول إيه لو أنا في state وجالي simple next state هنا capital delta هي بس generalize إن هي حطران أكتر من step في نفس الوقت اللي هي بتقول إيه إن أنا لو أنا في state معينة وجالي sub string معينة مش symbol واحد لأ مجموعة من symbol بعضها أو sub string خلاص عشان كده هنا الدومين التاني بتاعها اللي هو sigma star بدل ما يكون sigma تمام وده ده هيديني إيه اللي هي يعني إن أنا ماشي كده أنا مثلا في state دي جالي A1 A2 A3 بس هروح هنا وصلت مثلا دي state S وده state Q يبقى إذن هنا capital delta of state S وA1 والA2 والA3 هتساوي هتساوي Q تمام هليني نحطها بشكل أوضع شوية يبقى إذن تلوقتي لو أنا عندي delta لو أنا عندي state مثلا هنا A2 مثلا على A1 بعد كده جالي A2 بعد كده جالي A3 اللي هي dه ممكن تكون مثلا 0 1 أو whatever بعدين في آخر وصلت فأنا عندي هنا دي مثلا اسمها P1 وP2 فأنا عندي هنا delta of S و A1 هي نفسها delta of S والA1 اللي هي small اللي هي هتساوي P1 وممكن أقول delta of S A1 A2 يبقى إذن أنا هنا حرام ابتداء من S على A1 والA2 اللي جاية ما أوصل للstate الجديدة اللي هي P2 وعد كده delta of S و A1 A2 A2 A3 إن أنا حرام كل دوت لغاية ما أوصل لآخر state اللي هي LQ وممكن أقدر أقول إن delta of P1 هي دي مع A2 هتساوي P2 delta of P1 مع A2 A3 إن أنا حرام في 2 steps هي ديني الQ وهكذا فإذن هي بتقول لي إن أنا بدل مران على simple 1 حرام على كذا simple وشوف الفاينال state اللي هي هيوصل لها لكن نخذ بلك الحاجة الأساسية إحنا ما زالنا deterministic ما فيش أي حاجة فيها هنا non determinism تمام لأن هي مفروض إن هي capital delta معرفة على كل شيء ومفيش epsilon transition طبعا هو هنا فيه sigma star هي ممكن تكون في epsilon بس دين أنا هكون في نفس state يعني لكن مش هروح state لوحدها on non input طيب هنعرف delta إزاي بقى بشكل formal هي طبعا it length itself inductive definition فطبعا delta of Q وال epsilon لو أنا في أي state ومجاليش حاجة يبقى حفضل في نفس state اللي هي Q خطبا ما زلنا deterministic this is non non deterministic لو أتعلم عشان كده حفضل في نفس state اللي هي Q طيب capital delta of Q مع sigma اللي هي دي إن أنا مجاليش غير simple واحد أو بالتالي في الحالة دي هستخدم إيه اللي هي definition الأساسي بتاع transition اللي هي small sigma طيب بعد كده بقى capital delta of Q وإن أنا عندي sub string مكون من مجموعة من consecutive symbols اللي هي sigma واحد sigma 2 sigma 3 لغاية sigma k plus l1 فقلنا إحنا ده inductive definition ده base case بتاعها base case ودوت الجزء اللي هو inductive step step فهي هتبقى دلتا of فهو هيعمل إيه إنه هو حيرن يعني هلين ناخدها كده حيرن أو هيستخدم capital delta اللي هو generalization لغاية ال state اللي قبل الأخيرة بقيت ماوصل لp2 يبقى كل ده delta وبعدين الخطوة الأخيرة هي apply اللي هي small delta تمام ممكن طبعا برضو بالعكس إن أنا الخطوة الأولى اللي هي small delta وبعدين بقيت الخطوات الثانية اللي هي capital delta لكن إحنا حشل نوحد ال convention فهتبقى هي طبعا ال recursion اللي هو في الأول و trivial case اللي هي في step الأخيرة أو transition الأخيرة فأنا عندي هنا آخر اللي هي الترانزيشن الأخيرة هتكون على آخر السيمبول اللي هو sigma k plus 1 وهنا اللي هي حران recursively على الباقي متباقي من اللي هي capital delta of al q اللي هي ال state اللي أنا بادي بها و كل السيمبول معادة آخر واحد اللي هي من sigma 1 لغاية sigma g طبعا كل السيمبول دي موجودة فيهن في الألف بيت طيب فإذا هنا intuitively أو informally إن delta capital delta of q وال w هي عبارة عن ال state بتاعة المكنة اللي عندي ال m اللي أنا حوصل لها بعد ما execute أو run أو read ال string w starting من ال state اللي هي ال q فأنا عندي هي ال state ال q بدل ما كان عندي سهم واحد لكن هنا بيدين delta هروح ال state جديدة لا أنا عندي ال q أنا عندي ال q و هحط كده notation من عندي اللي هي سهم ين لغاية ما يدين ال state اللي هي final دي معناها إن أنا بعدي على one or more states in between لغاية ما وصل ل final تمام طبعا أنا لو عندي string w ف capital delta of q notes لأن q note خد بالك هي starting state فلو أنا عندي starting state اللي هي q note مع ال w تمام و apply delta لو أنا وصلت ل final state يبقى معنا كده لأن المكنة تأكسبت w لأن أنا بادي من starting و ده string كله لو ده ما حصلتش يعني أنا بادي من initial state keynote و بريد off w لكن وصلت ريجيك state فهنا سأضغول مكنة بتريجيك string w طيب بس نمسى نمسى عشان نعرف نشوف كويس هنا طيب هنا definition يبقى احنا هنا الكل اللي عملنا لغاية تلواتي ان هي transition function small delta عملنا generalization ل capital delta تمام عشان نقدر وطبعا الهدف ان احنا نقدر منبص على states منفردة ان نبص على chunks of states at the same time طيب definition بقى هنا ده اللي هو مهم جدا ان انا عندي لو انا string معين هو w belongs ل sigma star يعني ممكن يكون empty string l string دوت بيميز لي بيدistinguishes two states q1 وq2 ازاي ان big transition ابتداء من q1 تمام ولو خلنا big transition ابتداء من q2 big transition اصول بها capital delta من q2 هنا حيوصلني ل states وهنا حيوصلني ل states واحدة فيهم final والتانية او واحدة فيهم accepting والتانية rejecting في الحالة دي ان الstring ده بيميز التو states يبقى formally speaking ان capital delta of capital transition او big transition من الstate الاولين كو 1 على w is a final state if and only if ان ال big transition على q2 اتداء من q2 is rejecting state تمام يعني انا هنا حبتدي من q1 وهنا حبتدي من q2 هنا transition مع w وادي هنا transition مع w ده هنا حيوصلني الstate وده حيوصلني الstate واحدة فيهم exactly one of them مثلا يبقى اذا اذا انا انا اسميه بس ال final accepting وده re rejecting فاذا هنا two states بقوا مميزين مميزين عن مميزين عن بعض اللي ميز بينهم هو الstring مميزين من ناحية ايه ان distinguishing feature هنا هو ان واحدة هتؤدي لي reject الstring والتانية هتؤدي لي ان انا الstring ده تمام طبعا هنا w belongs sigma star يعني w ممكن تكون empty string طبعا empty string هنا فايدتها ايه ان هي طبعا empty string ان انا ببضل في نفس الstate بس empty string هي ميز لي الابسلون distinguishes هل نكتب هنا الابسلون distinguishes between distinguishes between any rejecting state يعني اي state rejecting and any 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 accepting state لان انا لو في reject state و ابسلون هنروح لreject state فاذن هي reject التانية التانية الابسلون الابسلون هروح لأكسيبت state وبالتالي هي accept if and only if the other is reject وبالتالي ها الابسلون او الامت string حيميز لي ما بين ال two states اللي هما ال accepting و اي accept state واي reject state تم يعني هنا said in a different way and w is in sigma star distinguishes two states q1 q2 لو if exactly one of big transitions دولة will lead to a final state او accepting state انا افضل اقول accepting عن final يعني هو اي حاجة اي state يعني طبعا this is a convention لكن هي final ممكن تكون misleading شوية لانه اي string حيوصلني final state تمام لانه it's final string والمكان is finite وبالتالي لازم حيكون consumed or لازم حوصل eventually final state طيب نقطة هنا هو هنا مجي بس cartoon اللي هو يعني بي characterize الكلام دوت او ان هي relation مهمة او between two states فهو هنا aristotle بيسأل انا ايام ان q1 and q2 which can i tell حارف ازاي ان انا في q1 طبعا هنا مهمة او اعرف ازاي ان انا وزي ما هنشوف قدام two states are undistinguishable او الاتنين redundant يعني هي فعلا هما one state فهو التاني ده هيد ده و ده قدر اعتبر ان هو certificate or witness تمام فهيد ده الو اللي هو اللي هو يقدر يميز من q1 و q2 فهو هيرن q1 مع w وحيرن وحيرن q2 مع w في واحدة هتوصلني للفاينل والتانية هتوصلني للريجيكتينج فهو لو هو final لو هو في accepting هيعرف ان هو في q2 otherwise هيعرف ان هو q1 فاذا اقدر اسمي w ده في حالة distinguishing ability اقدر انه اعتبر ال w ده هي عبارة عن witness او certificate ل distinguishing ability ما بين ال two states دولة في given deterministic finite automaton تمام فأوكي i am accepting either must have been in q1 طبعا الرسم اللي زيبان هي العكس يعني q1 هتبقى توصل للريجيكتينج طيب هنبتدي برضو بال مكنة اللي عندنا deterministic finite automaton خلاص يعني دي standard تلوقتي بالنسبة للمحاضرة اللي احنا فيها تلوقتي ان انا عندي مكنة deterministic finite automaton و عندي two states p وال q طيب هنا ال two states دولة p وال q are distinguishable او ان p is distinguishable from q او q is distinguishable from p ببساطة كده if there exists string w in sigma star that distinguishes the two states p وال q اللي هي w زي ما قلنا ان انا اقدر اعتبرها اللي هي زي certificate او witness لي distinguishability relation دي witness او certificate تمام او بشكل more elaborate ان if there exists witness w in sigma star such is that exactly one of delta of p و w big transition من p على w exactly one of them will lead to an accepting state or equivalently اقدر اقول exactly one of them will lead to a rejecting state طيب العكس بقى وده اللي يمكن يعني يعني ممكن يهمنا اكتر ان state p is distinguishable from state q if there exists no witness string يعني كل strings اللي موجودة في الالفاب over the alphabet تمام كل واحد فيهم p will q big transitions من p will big transition من q will lead to exactly either to an accepting state both of them or both of them will lead to a rejecting state ف دي هنا p state b is indistinguishable from q if p is not distinguishable from q يعني برضو قدر اقول ان ان for all w belongs ل sigma star more general شرط يكون binary alphabet ان capital delta او دي نحن الها ب diagram ان يئم q واحد will lead to او ببادي الحالة الاولانية يبا هنا in two states دولا two states دولا rejecting states او يبا الاثنين lead to rejecting state or both lead to accepting states الاثنين اتخذ لك هم الشرط يكون the same accepting states يبدو لها accepting states states والكلام دا اي string w يعني اي string w او from q1 will lead to or executing from q1 or q2 will lead exactly to the same type of state انا حسامي لها accepting or rejecting type of states طيب تمام فإذا هنا if and p is indistinguishable from q if and only if for every of all strings w and sigma star هنا w delta of big transition of p with w is accepting if and only if big transition من q with w is accepting قد بقى لكم المرة الdefinition اللي هي في distinguishability كان ايه في واحدة فيهم اللي هي non واحدة فيهم accepting والتانية non accepting تمام ال conclusion اللي احنا عايزين نخرج منه وده احنا نقدر نشوف الثريد اللي احنا ماشيين فيها ازاي ان انا minimize deterministic finite automata ان انا اشيل الستات اللي هي indistinguish من بعضها ليه لان ان الستات اللي هي indistinguish من بعضها these are redundant states they are equivalents they are redundant states they are indistinguish from each other وبالتالي اقدر اكولابس them into just one state وهي دي الفكرة الاساسية بتاعت المنميزيشن بتاعت deterministic finite automata طيب لو وصينا ليه طبقنا الديفينيشن دي على المكنا اللي قدامنا طبعا احنا قريدي عارفين ان يعني هنبص على ال q 1 خلاص طبعا هي بالنسبة خلينا الاول نبص على اول حاجة اللي هي ال final مع بعضهم يعني وال وال sorry ال final و ال accepting وال rejecting يعني ال class اللي هنا دوت او type اللي هنا بتاعت ال states اللي هي accepting و type اللي هنا بتاعت ال states اللي هي ال rejecting فهنا اي reject مع اي accept اكيد الاثنين distinguishable from each other باستخدام ال empty string فدي منتهي يعني من q 1 distinguishable q note و q 2 distinguishable q 3 و q 1 distinguishable q 3 و q 2 distinguishable وفي كل الحالات ده السيرتيفكت بتاعي هو ال empty string طيب يبقى احنا لازم نشوف تلوقتي هنبص مع بعض على ايه اللي ما ب intra accepting وال intra accepting وال intra rejecting طيب فلو خدنا q note و q 3 خلينا نبص عليهم كده هل هما distinguishing ولا هل هما distinguishable من بعض ولا لا طيب لو انا خدت string اللي هو عبارة عن 1 طبعا الابسلو ما ينفعش ان الاتنين ايه already rejecting لو خدنا 1 فال1 ده هيوصلني الaccepting وq 3 مع 1 هيوصلني برضو لaccepting فال1 ما ينفعش بس ده ما يدلش انه هما مش distinguishable طيب لو خدنا مثلا 1 0 الstring 1 0 لو هنا من q note على الstring 1 هلاقي ايه ادي 1 الاولان هيوصلني ل q 1 و 0 بعد كده هيوصلني ل q 2 فاذا من q note مع 0 1 هيوصلني ل accepting طيب هنبص على q 3 مع 0 1 طيب ال 0 اه سوري انا اسف هي ال 1 0 انا كتاب هنا غلط ال 1 0 هنا ال 1 0 ال q 3 مع 1 0 ادي ال 1 الاولاني هيوديني ل q 2 وبعد كده هيجي لي 0 هيرح مجعني ل q 3 و q 3 rejecting فاذا q note lead to an accepting state q 3 lead to rejecting state وبالتالي q note q 3 are indistinguishable from each other وال witness بتاعي 1 0 طبعا ممكن يكون فيه اكتر اكتر من witness فيه اكتر من witness يعني احنا في الحالة دي مثلا لو احنا بصينا على 1 0 1 لو احنا بصينا مثلا 1 او actually 0 1 مش هتنفع لو 0 1 0 0 1 0 من q note ادي 0 1 0 هنروح برضو ال accepting من q 3 ادي 0 1 0 لا هنا قاني لي q 2 وبالتالي لا مش طيب هنا 1 0 1 اعتقد هي ممكن تكون برضو 1 0 1 0 1 0 0 فده rejecting طيب 1 0 1 0 برضو داني reject طيب هو اكيد فيه strings تانية لكن احنا عشان بس ما نضيع وقت فيها لكن هو اللي عايزين نقوله انه ممكن يكون فيه اكتر من اكتر من witness ما بين given 2 states طبعا ال indistinguishability اللي معناها انه هو ما فيش ولا string distinguish ما بين 2 states على مثلا بس على 0 0 the string 0 actually just 0 is enough string 0 فمن q1 لل 0 طيب q1 مع 0 هاي وديني q2 اللي هي accepting نايمان طيب مشكلة اسمائي ولو انا في q2 مع 0 q2 مع 0 هيوديني which is rejecting طب بالتالي is witness which ябقل انت ما بين q1 و q2 اعتقد برضو 001 يميز ما بين الاثنين ادي هنا 001 لو انا ابتدت من عند q1 مع 001 يبقى ادي 0 الاولاني الزير الثاني الزير الثالث هيوديني طيب من q2 مع 001 q2 ادي 0 تمام وبعد كده 0 دوت وبعدين الوان هيديني اللي هي accepting وبالتالي هيديني والتالي هنا هتكون ايه المختلفين وبالتالي 001 is also a witness للdistinguish ما بين q1 و q2 تمام في الحالة دي لقينا بسهولة اكتر السترينج الثاني مختلف عن الزير وبالتالي هي الماكنا دي يعني هي الماكنا دي minimal ما فيش يعني طبعا الانتر ما بين accepting و rejecting already they are indistinguishable الانترا ما بين rejecting لقينا ان هم distinguishable الانترا ما بين accepting لقينا هم برضو distinguishable الانترا ما بين rejecting لقينا برضو distinguishable وبالتالي الماكنا دي already a minimal تمام طبعا نستبقد الاحداث يعني اللي هي العلاقة ما بين minimality والrelations دي اللي احنا منتكلم عليه distinguishability والindistinguishability تمام طيب هنعمم برضو ايه يبقى احنا يعني عملنا extension اللي هي بتexecute او بتعمل transition بدل ما single character حاجة التانية عرفنا distinguishability والindistinguishability ما بين two states الrelation دي اللي هي indistinguishability بالتحديد هنعملها generalization اللي هي تضم اكتر من بيرزو في states عشان يديني اللي هي equivalence relation بحيس ان هي اكتر من states في نفس الوقت يكونوا indistinguishable from each other ودي عشان عمل الكلام ده لازم اعرف an equivalence relation طيب فانا عندي المكنة زي ما قلنا given اللي هي deterministic finite automaton عندي ثلاثة ثلاثة states p و q r in q طيب هعرف ال binary relation لات delta طبعا انا هفترض يعني الناس عارفة لانه كورس ده prerequisite or discrete mathematics وبالتالي هفترض ال equivalence relations مفهومة او ال definitions بعتها معروف فانا عندي binary relation delta on the states of m يبقى ايزا ال states of m هعرف عليها binary relation وبالتالي ال binary relation بتعرف ازاي ان p طبعا هي الغد تلوقت هي هتكون equivalence لكن احنا لسه منعرف ان هي equivalence ولا equivalence relation فp tilde q أو p is related to q if and only if p is indistinguishable from l q طيب والعكس طبعا p is not related to q if p is distinguished if and only if p is distinguishable from l q طيب ال proposition الاندي ان هي it's an equivalence relation وهي عشان تكون equivalence relation اللي لازم تحقق لي تلات شروط اول حاجة خلينا اخدها واحدة واحدة ونثبتها لان هي الاثبات بسيط جدا لازم تكون reflexive يعني p is related to p يعني p is indistinguishable from p دي اللي هي reflexive property طبعا دي it's obvious ان اي states هي indistinguishable من نفسها طيب الproperty التانية بتاعت ال ال reflexive ال ال equivalence relation اللي هي asymmetric اللي هي بتقول اي لو p is related to q يعني لانا لو p is indistinguishable from q يبقى q is indistinguishable from p وبالتاق ده برضو intuitive لان ما فيش حاجة في ال definition بتاع indistinguishability be imply some sort of direction او asymmetry في فيش اي نوع ال asymmetry في ال definition لان انا لو عندي w هتوصل string w اي اي string w حبتدي اوصل بي مسلا لسواء accepting او rejecting وحبتدي من q اوصل لنفس الحاجة هي نفسها لما اقول ان انا حبتدي من q اوصل لنفس الحاجة وبعد كده حبتدي من b اوصل لنفس type of el simetry is برضو obvious الترانستيفيتي اللي هي لو p is indistinguishable from q and q is indistinguishable from r يبقى p is also indistinguishable from r طيب خلينا بس هي برضو بسيطة بس هي محتاج more elaboration طيب لو انا عندي given any arbitrary string assume an arbitrary string هي بحنا assume an arbitrary string w belongs sigmastar تمام احنا عندنا ايه p is equivalent to q q is equivalent to r طيب p is equivalent to q يبقى اذا w is not a witness تمام اذا الطيب بتاع ال state اللي هي الطيب of delta of p w اللي هي ان انا لو ابتدت من p apply capital w اللي هي big transition capital delta اللي هي big transition على w هوصلني ال state الطيب بتاع ال state دي اللي احنا زي ما قلنا بلكده دي اما rejecting او accepting فاذا دي حتساوي ايه الطيب لو انا ابتدت من ال q مع w تمام لان w is not a witness تمام هنا برضو نفس الكلام ان p is equivalent to r يبقى برضو w is not a witness ده معناه ايه ان الطيب بتاع delta of l q وال w هتساوي type بتاع delta of l r وال w طيب من الاتنين دولة هنلاقي ان دي مشتركة هو بالتالي ان الطيب بتاع delta of l p وال w هتساوي type بتاع delta of l r و ال w هو بالتالي ده w is not a witness of مثلا وافترضت ان p tilde r وطبعا w is arbitrary هنا w is chosen arbitrarily is not a witness of كذا مالش r يعني w is not a witness للdistinguishability ما بين p وr r arbitrarily وبالتالي set of states of given machine into equivalence classes that are disjoint يعني عارفين ان اي equivalence relation هي بتpartition ال space اللي عندي into equivalence classes ان كل equivalence class هو عبارة عن مجموعة من elements اللي هي في الحالة دي states that are equivalent to each other وطبعا دولة disjoint تمام لان يعني classes دي by definition must be disjoint فلو عندي هنا الدياجرام ده برضو بيديني نفس الفكرة ان انا لو عندي مجموعة ال states كلها هي q فانا عندي كل واحدة دولة دولة مجموعة من states معناها ان اي اتنين states هنا are indistinguishable from each other مجموعة ال states مجموعة ال states هنا indistinguishable from each other وحاجات لكن دولة ايه دي ار طبعا هاختصر برضو indistinguishable بي اللي هي علامة التلا دي او بتاع التلا تمام طيب فإزا هنا ده الديفنيشا بتاع طبعا اي هو ببين brackets لأي ممبر في ال equivalence class فهنا اي representative of اي اي q او اي state هنا يعبار عن representative to the whole equivalence class لانهما كلهم indistinguishable from each other بتاع لهم كلهم redundant فده عبار عن اي قول ال equivalence class سيبدأ عبار عن ال equivalence class اللي هي مجموعة ال states p such that p طيب احنا لو بصينا على المكنا دي هلاقي ايه دي المكنا اللي احنا يمكن شفناها في بداية المحاضرة in the two states اللي هنا طبعا هنا across هنا يعني ما بين هنا وهنا طبعا مستحق يعني يمكن هيكون في equivalence class في rejecting و accepting فهنا هنلاقي ان بس احنا يعني احنا شفناها في الاول يعني هما الاثنين بس احنا في الاول دي انا بس الانتويتشن كان بسيط جدا ان احنا شفنا اكروس الزيرو اللي هي transition واحد اللي اما الاثنين لكن هنا الموضوع المفروض يكون عام انها مش مجرد transition على اه او لكن المفروض انها اكروس اه بالتالي دول اكويفلانت البعض ودول اكويفلانت لبعضهم فانا عندي هنا اكويفلانت في دوت وانا عندي اكويفلانت ايه اه كلاس طيب الالغوريث احنا يعني الالغوريث هنقص على تفاصيله اكتر مرة جاية احنا بس هنجد ناخد الفكرة الاساسية بتاعته تلوقتي الهدف من الالغوريث انه هو ايه يعمل بالتالي هو طبعا هو هنا يعني هو هي لازم تكون characterised something فهي الاساسي بتاعها هو deterministic finite machine وبالتالي الانبوت للالغوريث هو any deterministic finite state machine that realizes this language فالانبوت بتاعي هو deterministic finite automaton M M الابوت اللي هي عبارة عن another deterministic finite automaton M minimum such as that in نفس language accepted by M هي نفسها exactly accepted by M minimum هو actually the slide مش بتاعي طيب فإذا هنا language recognized by M هي نفسها language بالآخر characterized by minimum تمام في حاجتين طبعا هي في حاجة صغيرة اللي هي هي وفي حاجتين واحدة منهم هي based على كل الاساسية دي الحاجة التانية اللي هي طبعا M minimum ما يفيهاش اي inaccessible state مثلا أنا عندي المachine اللي هي زي دي اللي قدامي دي اللي عندي الستيت اللي هي التانية دي هي ملايش لازمة لأن هي اولا هي بمعنى ان انا مقدرش اوصل للاستيت دي ان انا بابتدي مستحيل ان انا اوصل للاستيت دي وبالتالي طبعا هي دي او لكن دي اقدر اعرفها بسهولة عن طريق ايه ان اي ان هي ان انا عندي قادر اعتبر الماكنة اه او بالتالي اقدر دي اوصل للين اكسيسيبول استيت واشالها لان هي ما لاش لازمة الحاجة التانية ودي اللي هي الجزء اللي خاص بالين ان انا مقدرش حوصل لعدد من استيت مستحيل ان انا ازود عنه بمعنى ان انا حوصل ل كل فيها او كل فيها او 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 ان لو انا طبقت هيكون عندي هو فيه كل بتاعة الماشين تمام يعني زي ما هو اقال كده اللي هي او انا انا حوصل ما 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 التو ستيت دولا تمام فعيزا الماكنا لو انا وصلت لالجوريس بده وصل معايا للتو كونديشنز دولا او ال ستيت دي او ستاتس دي ايضا انا وصلت الماكنا اللي هي الام مينيموم ودي هتكون اليونيك مينيمال ديترميناستيك فيناي اوتوماتم طبعا مينيمال برضو up to a relabeling of the states up to a relabeling of the states اني انا بس بسمي الستاتس دي واحد بسميها الاس واحد اس اثنين تاني بسميها كيه واحد كيه اثنين او مسلا ده الاس واحد واس اثنين هتبقى دي اس اثنين واس واحد بالعكس يعني فده الكلام طيب ايه هو بتاعي ان بتاع بتاع ان بتاع المكانة المينيمال دي اللي هي مينيمال will be the equivalence classes of L states بتاعت ال اه اكيد احنا دي معناها ان اي كل ال و وبالتالي هم كلهم في الاخر عبار عن واحد وبالتالي احشيل كل ال equivalence class دي وحط ايه one state بيعبر او representatively class ده اذا هتبقى الفكرة الاساسية ان انا ازاي الاقي ال equivalence states دي ودي نستخدم فيها dynamic programming algorithm وده ان شاء الله المرة الجاية هنشوف التفاصيل بتاعته في اذا تلوقتي اللي احنا درسنا في lecture دي ان انا ان انا لو عندي regular language ان انا عايز الاقي implementation باستخدام deterministic finite automaton that is minimal in the sense that ان minimality in the sense ان عدد هو اقل ما يمكن فهل في حاجة minimal deterministic automaton والسؤال ده جوابنا عليه positively والحاجة التانية هل ممكن الاقيه ده جوابنا عليه وبزيادة كمان ان انا اقدر الاقيه efficiently لكن ازاي اجيبه بالضبط يعني ايه هو efficient algorithm اسم دوت هو ده ان شاء الله هنشوفه المرة الجاية بازن الله ونشوفكم